أهلا بكم معايا طلاب الصف الأول الإعدادي ودرس جديد من دروس قواعد الإملاء أو القواعد الإملائية النهاردة يا أولاد حنعرف إزاي نكتب الهمزة على الألف يعني الموضع بتاعتها سواء في أول الكلام أو في الوسط أو في الآخر بيقول لي هنا بترسم الهمزة في أول الكلمة وتظهر دائما يعني الهمزة بتتكتب في أول الكلام وبتظهر دائما طب بتكون إزاي لما بتجي في أول الكلام؟ أعلى الألف الهمزة لو جات في أول الكلام بترسم إيه؟ أعلى الألف يعني بتكتبش لوحدها إزا كانت إيه؟ مضمومة أو مفتوحة يعني الهمزة بتتكتب فوق الألف لو كانت مضمومة أو إيه؟ أو مفتوحة طب لو جات مكسورة طبعا زي ما احنا عارفين كلنا أن هي بتتكتب أسفل الإيه؟ الألف أو تحت الألف دي مين؟ الهمزة لو جات في أول الكلام يبقى بترسم فوق الألف لو كانت مضمومة أو مفتوحة طب لو مكسورة تحت الألف نيجي بعد كده الهمزة المتوسطة يعني اللي بتيجي في وسط الكلام بترسم على الألف بس إمتى؟ في وسط الكلمة يا أولاد لو كانت ساكنة بعد فتح زي إيه؟ رأس رأس الألف هنا إيه؟ أو الهمزة هنا ساكنة بس الحرف اللي قبلها متحرك رأس ومأساه في الحالة دي الهمزة متوسطة يعني جات في وسط الكلمة قبلها فتحة يبقى هرسمة على الألف طيب وبتيجي في موضع تاني كمان بالنسبة ل إنها تكون همزة متوسطة أو في وسط الكلمة لما بتكون مفتوحة بعد ساكن يبقى الموضوع بسيط ما نتلخبط شي إما إن تكون هي نفسها ساكنة وجات بعد فتح أو إما أن تكون هي نفسها مفتوحة وجاءت بعد إيه؟ أو سبقت بإيه؟ بسكون يعني اتنين عكس بعض زي إيه؟ مسألة فجأة عكس الأولى هنا الهمزة ساكنة وقبلها مفتوح هنا الهمزة مفتوحة قبلها ساكن عكس بعض طيب الموضع التالت من الهمزة المتوسطة أن تأتي مفتوحة بعد فتح يعني هي مفتوحة والحرف اللي قبلها كمان إيه؟ مفتوح طيب بترسم الهمزة المتوسطة على الألف عفواً المتطرفة يعني اللي بتجي في آخر الكلام بقى بترسم إمتى إذا كان ما قبلها مفتوحاً زي إيه؟ بدا آ هنا في المثال أو في الفعل اللي هو بدا آ لاحظنا إيه؟ الهمزة متطرفة يعني جاه في آخر الكلام لكن لأن رسمناها على الألف لأن قبلها إيه؟ فتحة أو حرف مفتوحة نيجي للأسئلة بيّن سبب رسم الهمزة على هذه الصورة فيما يلي اطمأنّا ابدأ نشأة نيجي لإطمأنّا اللي قبل الهمزة المتوسطة دي طبعاً همزة متوسطة جات في وسط الكلمة اطمأنّا جاءت رسمت ليه على الألف لأنها سبقت بإيه؟ بفتح يبقى همزة متوسطة سبقت بفتح دي سبب رسمها على هذه الصورة طيب ابدأ جاءت متطرفة ساكنة جاءت متطرفة لأنها سبقت بإيه؟ بفتح ابدأ نشأة جاءت متوسطة لأنها سبقت بإيه؟ أو مفتوحة متطرفة مفتوحة لأنها سبقت بإيه؟ بساكن طيب لاحظ الأمثلة التالية ثم أكمل أحمد يحب القراءة في الصباح تحب إيمان قراءة كتابة المقالات رأس الجبل مغطا بالثلوج الطلاب يسألون المعلمة عن الدرس قرأ أحمد الكتابة في يوم واحد بيقول لي أول حاجة أحمد هنا الهمزة كتبت في أول الكلمة على الألف لأنها إيه؟ برافو لأنها برافو لأنها مفتوحة علشان كده كتبت في أول إيه؟ الكلام ورسمت على الألف وجاءت في أول الكلام طيب إيمان في هذه الكلمة نقط كتبت في أول الكلمة تحت الألف لأنها مكسورة مين اللي كتبت تحت الألف؟ برافو سؤال بسيط اللي هي الهمزة؟ كتبت تحت الألف طيب تلاتة رأس الهمزة هنا جاءت إيه؟ نقط الألف لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح جاءت إيه؟ برافو جاءت فوق الألف لأنها ساكنة جاءت متوسطة فوق الألف لأنها ساكنة وما قبلها إيه؟ مفتوح طيب يسألون الهمزة هنا جاءت فوق الألف لأنها إيه؟ برافو لأنها مفتوحة اللي هي الهمزة وقبلها إيه؟ ساكن آخر نقطة معنا قرأة كتبت الهمزة نقط كتبت إيه في آخر الكلمة على الألف لأن ما قبلها مفتوح من اللي كتبت في آخر الكلمة على الألف؟ الهمزة وكلا يا أولاد أنهاينا الدرس البسيط ده وأشوفكم إن شاء الله في المرة القادمة